في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في الوزارة في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي إعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع واحد عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية نتابع تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8998 قضية تمونية متنوعة من بينها 148 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2092 استوانات بوتجاز وضبط 11 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2340 لتر مواد بترولية تم تجنيعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 8839 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 2311 طن و802 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 94 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 676 طن و600 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 808 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 284 طن و684 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 152 طن و750 كيلو وضبط 9 قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 127 طن و518 كيلو وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 279 630 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 41 421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3691 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 159 سائقا منهم كما تم المرور على 191 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 614 من سائق حافلات المدارس وتبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 469 مركبة وتبين مخالفة 14 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 480 سيارة و61 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 1344 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 506 قضية ومخالفة أبرزها حيزة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84.570 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائية ومخالفة شروط التعافض بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71.345.210 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 272 قضية من بينها 181 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 5727 نسخ من كتب بدون تصريح احتباع أو تداول وكتب قانون وملازم دراسية لمواد مختلفة دون الحصول على تفويد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 102 قضية بقيمة مالية بلغت 94.234.954 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1652 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار وستمائة وثلاثة عشر بليون وتسعمائة وسبعة واربعين ألف جنيه قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 3.134.000 جنيه